الأعمال الفنية دي أثرت الجدل في نص الأول من شهر رمضان اختلفت الأعمال الفنية وعلى قدر اختلافها كان الاختلاف عليها وفي بعض الأعمال اللي الجمهور شافها إنها بتنتقس من مهنة المحامات والطب الشرعي وبعض العداد والسلوكيات اللي في المجتمع وكان أبرز الأعمال دي المسلسل الكويتي زوجة واحدة لا تكفي والمسلسل ده اللي كان في مرمى النار بسبب جرئة الموضوع الاجتماعية اللي بينقشها زي الخيانات الزوجية وتعدل الزوجات والجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي شافوا إن العمل ده لا يتناسب مع الأجواء الرمضانية ولازم يتوقف حالا لدرجة إن وزارة الإعلام الكويتية تدخلت وأصدرت بيان والبيان كان بيقول إن وزارة الإعلام الكويتية بتتصدى لأي أعمال فنية بتسيء لدولة الكويت أو بتمس أخلاقيات المجتمع الكويتي وكمان الوزارة وصفت المسلسل بالمسلسل المسيء للمجتمع الكويتي وقالت إنها في الأعمال الجاية مش هتسمح لأي عمل يخالف القوانين واللواقع ويوسيء للمجتمع الكويتي أما العمل التاني فكان المسلسل السعودي السنوية تنسيم والعمل ده برضو واجه انتقادات كتيرة جدا لأن فكرته كانت بتدور حوالين مجموعة من طلاب سنوي شكلوا عصابة إجرامية والفكرة دي اللي أصارت غضب الناس جدا ده إلى جانب بعض المبالغات اللي حصلت زي مثلا أعمار الطلاب في المدرسة السنوية عادة بيكون 16-17 سنة أما في العمل ده كانوا حوالي 25 سنة وده اللي خل الناس ما استدقش الفكرة أصلا ولكن رد منتج العمل خالد عسيري وقال إن الأعمال الفنية مش بتمثل الواقع بشكل تام ولكن بيبقى فيه نعم المبالغة الدرامية لازم تكون موجودة أما العمل التالت فكان المسلسل المغربي بنات لحديد واللي برضو اتعرض لانتقادات كتيرة جدا لأن الجمهور شافوا لا يتناسب مع الأجواء الرمضانية تماما وكمان بيخلي بالحياة واترفض تماما أما العمل الرابع فكان المسلسل السوري أولاد بديعة واللي تم وصفه بعدم احترام عقلية الجماهير ليه؟ لأنهم خلال المسلسل كانوا بيستخدموا أطباق بلاستيك مع إن المسلسل بتدور أحداثه في حقبة الخمسينيات أما العمل الرابع فكان المسلسل المصري أشغال شقة وبالرغم إن الناس اعتبرته واحد من أنجح المسلسلات خلال السباق الرمضاني بالجزء الأول من شهر رمضان إلا إن بعض الناس اعترضوا عليه في بعض المشاهد وقالوا إنه بيصخر من مهنة الطب الشرعي ومن الطبيب الشرعي اللي في بعض المشاهد عاملوا مع الطبيب فيها بشكل فيه تهاكم وسخرية فقلنا أنت شفتهم إزاي؟